اهلا بحضراتكم في هذه التغطية سيارة تيسلا تعتبر حلم ملايين الشباب خاصة بعد ارتفاع اسعار النفط عالميا لكن هناك خبر سيجعل عدد كبير من الشباب يفكرون اكثر من مرة قبل شراء هذه السيارة الخبر ان الادارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في ولاية نيوجيرسيا الامريكية فتحت تحقيق مع شركة تيسلا بعد تقارير عن انفصال عجلات القيادة عن السيارة اثناء السير على الطريق وقالت الشركة انها على علم بتقريرين عن انفصال العجلة تماما عن عمود التوجيه في سيارتها من طراز واي وضفت ان السبب هو تسليم السيارات لاصحابها دون مسمار التثبيت الذي يحافظ على عجلة القيادة متصلة بعمود توجيه الاطراض وقال تقرير الادارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة ان في الحالتين التي حدث بهم انفصال للاطراض اثناء القيادة كان الاحتكاك فقط هو ما يحافظ على العجلة في مكانها ومع تغلب القوى على مقاومات الاحتكاك اثناء تحرك السيارة انفصلت الاطراض وذلك وفقا لمكتب التحقيق في العيوب التابع للادارة الوطنية لسلامة المرور في نيوجيرسي والاسوأ في هذا الخبر ان احد الملكين للسيارات الذي حدث معه موقف انفصال الاطار خلال القيادة كان قد اشترى السيارة متراز واي قبل خمسة ايام فقط من هذا الحادث عندما انفصلت العجلة ولكن من حسن حظه انه لم يكن بسيارة خلف السائق اثناء وقوع هذا الحادث وهذا كان احد اسباب انه لم يتعرض للاصابة ايضا قالت الادارة الوطنية لسلامة المرور ان كلتا السيارتين تم اصلاحهم نهائيا عن طريق فك عجلة القيادة واعادت تركيبها بعد التحقيق الذي اجرته الوكالة والذي تم على ما يقدر ب120 الف سيارة من انتاج عام 2023 وكان المثير في هذا الخبر ان شركة تيسلا لم يعد لديها قسم اتصالات يمكن الوصول اليه للتعليق على الاعطال لكن الشركة قالت انها على مدى السنوات القليلة الماضية كانت قد استدعت ما يقرب من 363 الف سيارة بسبب مشاكل في برنامج القيادة الذاتية تماما وقالت هيئة سلامة المرور ان نظام القيادة الذاتية في سيارات تيسلا يمكن ان يتجاوز حدود السرعة او ينتقل عبر التقطعات بطريقة غير قانونية او غير متوقعة وقالت تيسلا انها ستصدر تحديثا خلال الاسابيع المقبلة لحل هذه المشكلات ايضا قالت الادارة الوطنية لسلامة المرور في نيوجيرسي ان شركة تيسلا لصناعة السيارات استدعت 321 الف سيارة من تراز واي بسبب مشكلة في الاضاءة الخلفية مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرت شكرا جزيلا لحضرت